السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد النباتات المتحولة هي حدث يصير بالاونلاين واغلب الوقت يستمر لمدة اسبوع داخل اللعبة في اول مرة صدرت هذه النباتات صورت فيديو عن كل اماكنها المتوزعة على الارض او تحت البحر وبحط لك الرابط تحت المقطع اذا بدك تشوفه المهم في كثير ناس ما تهتمل نباتات وتحسب انها حدث عشوائي عشان تغير شوي من اجواء المهمات او التجارات وهذا الشيء صح لكن بنفس الوقت انت تقدر تستفيد من هذه النباتات بشكل جدا كبير حشان ترفع مستوى شخصياتك او مستوى حسابك داخل اللعبة فكيف بتسوي هذا الشيء حاليا في 76 نباتة بالاونلاين واذا اخذت اي واحدة فيهم فما رح تقدر ترجع تاخذ نفس النباتة لمدة 24 ساعة لكن بتقدر تروح وتجمع ال 75 نباتة الباقية كل واحدة فيهم تعطيك 5000 ربي بمجموع 380 الف ربي على كل النباتات واذا معك طيارة او ابرسور على الاغلب بتقدر تجمع كل شيء خلال ساعة او ساعتين تقريبا وطبعا ما في مهرب من القلتشات وفي ناس حصلت اكثر من طريقة عشان تاخذ نفس النباتة مرتين او اكثر بدون اي وقت انتظار وما عندي علم بصراحة اذا عليه باند او لا لكن شخصيا ما احب اسوي قلتشات وافضل اجمع النباتات بالطريقة العادية بكل الاحوال انا للان ما دخلت بالموضوع تقريبا فباقتصار عشان تجمع ال xp باسرع وقت تروح عند النباتة بعد ما تلاقيها واخذها بمجرد ما تتحول شخصياتك علق على نفس الزر اللي اخذت فيها النباتة مباشرة بتموت شخصياتك وترجع عند المستشفى في المدينة او اي مستشفى قريب عليك من هناك معلق غير تاخذ اي مركبة واقفة قدامك وتروح عشان تجمع باقي النباتات ما اتذكر بالضبط كم نبتة لحد الان انا اخذت لان كل شوي اصور مقطع وانا اخذ النباتات يعني عشان استخدمها بالفيديو زيكية المهم اني اقدر اطلع من مستوى 125 لمستوى 135 او 136 تقريبا من خلال اني اجمع 76 نبتة في اقل من ساعتين او ثلاث ساعات وما في وقت محدد طبعا النباتات بتنتهي يوم الخميس لكن ساعتين او ثلاث ساعات هو الوقت اللي يلزمني عشان اجمع هذه النباتات في جد اي اولاين فهلا تطيع الفرصة عليك هذه النباتات موجودة من اليوم للخميس الجاي وتقدر في اي وقت تاخذ عصفور او اي نوع من الطيور وتتجول بالمدينة وتعيش حياتك العصفورية كنت اتمنى لو في راكون عشان نجرب الحياة الراكونية لكن مو مشكلة ابدا لان الهدف من هذه النباتات هو انك تجمع اكبر عدد من الاكس بي او الار بي وترفع مستوى الشخصية في اقل وقت ممكن مقارنة مع المودات والمهمات الثانية وممكن ان اكثر شيء يتعبك ويضيعك بالنباتات هي الموجودة تحت البحر لانها اصعب شوي من الموجودة على الارض ولازم تحاول تسمع الاصوات اللي تطلع من النبتة عشان تحدد مكانها بالضبط وبعدها تقدر تعيش حياتك السماكية وتجوب البحار باحث عن كنز الوان بيس اقصد انك تقدر تتحول لاكثر من نوع من الاسماك من خلال هذه النباتات فشغلة حلوة وبنفس الوقت تعطيك مكاسب جدا كبيرة لحسابك في جتي اونلاين خصوصا اذا انت جديد على اللعبة او بسوي حساب جديد تبي ترفع المستوى فيه هذه النباتات بتفيدك بشكل كبير فما ادري اذا كنت مهتم بالنباتات او لا لان فيه كثير اشياء تقدر تسويها بالاونلاين غير انك تدور على نبتة وتتحول لمخلوقات غريبة لكن بكل الاحوال اذا ودك ترفع مستوى الشخصية وفكرت في اي وقت انك تدور على مهمة او مود يعطيك ار بي كثير للحساب عندك فهذه النباتات هي افضل شيء حاليا من هنا اكون صد نهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد اذن الله